الخوئي كان أنموذجا من نماذج المنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية وكذلك الطباطبائي وكذلك محمد باقر الصدر الأنموذج الرابع الذي سأضعه بين أيديكم من دائرة الخطباء إنه أبرز الخطباء الوائلي الخوئي من دائرة كبار المراجع الطباطبائي من دائرة كبار المفسرين محمد باقر الصدر من دائرة كبار المفكرين الوائلي من دائرة كبار الخطباء بل هو كبير الخطباء وفي الوقت نفسه هو الناطق الرسمي العقائدي باسم المرجعية السيستانية لأن السيستاني يتبنى منهج الوائلي ويصر على نشر هذا المنهج ويأمر تابعيه أن يتبع منهج الوائلي وهذا واضح واضح في الأجواء الإعلامية وفي الأجواء الحسينية الأجواء الإعلامية السيستانية والأجواء الحسينية السيستانية تعج عجيجا عجيجا بمنهج الوائلي رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم ثمانية من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي ولا كل ما فيه صحيح يتحدث بكل ثقة عن كتاب الكافي وكأنه هو العالم المحقق المطلع على أحاديث الكافي وهكذا بكلمة عابرة ألغى ثلثة أحاديث الكافي هل دققت النظر فيها يا أيها الوائلي أساسا هل أنت قرأت كتاب الكافي هل اطلعت عليه حالك حال الخوئي مثلما أصدر حكمه بالإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري ووصفه بأنه موضوع من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة فيه وبعد ذلك لا يتبنى في تفسيره البيان في موضوع فضل سورة الفاتحة إلا رواية واحدة من كل الكتب الشيعية وهذه الرواية موجودة في أول تفسير إمامنا الحسن العسكري ولا يوجد لها مصدر آخر لكن الخوئية الجاهلة نقلها عن تفسير البرهان وهو لا يعلم أن الرواية في أصلها مأخوذة من تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي حكم عليه بالإعدام لو كان قد دقق النظر في تفسير إمامنا العسكري فهذه الرواية في بدايات تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لكن الخوئي لم يكن قد اطلع على تفسير إمامنا الحسن العسكري وحكم عليه بأنه موضوع من أوله إلى آخره ومر الكلام في هذا هذا الهراء وهذا الخراء هو هو يعيشه الوائل وغير الوائل من أصحاب العمائم الطوسية الخرائية يتحدث هنا وكأنه قد دقق النظر في أحاديث الكافي ووصل إلى هذه النتيجة رجاء أعيد لنا بثاء الوثيقة ولا كل ما فيه صحيح مثل ما عدنا إحنا الكافي جين؟ الكافي يعتبر نصحاحنا أو الصحيح الأول تقريبا ثلث روايات إحنا نطرحها ما نأخذ بها وفعلا بدأ والآن ينتخبون يعني بدأت الآن بعض الكتب تطبع ينتخب الصحيح من الكافي ويطبع بل ما عدنا قداشة لكتاب وفي تسجيل آخر رجاء أعرض لنا الوثيقة رقم تسعة من الحلقة مية وثلاثة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائل إحنا الآن لما نجي إلى الكتاب الكافي للكليني جملة كبيرة من المرويات يعني تقدر تقول أنه ثلاثين بالمئة من المرويات ما نأخذ بها ما نأخذ بها هذا الكلام يردده الوائل دائما أينما وجد فرصة لمهاجمة كتاب الكافي والتشكيك في الكثير من أحاديثه ورواياته فإنه يبادر إلى ذلك مبتهجا مفتخرا وكأنه فتح الفتوح ويشعر المتلقي بأنه قد اطلع على كتاب الكافي قد قرأ الكتاب وحقق فيه ودقق نصوصه حتى وصل إلى هذه النتيجة رجاء أعيدوا بث الوثيقة إحنا الآن لما نجي إلى الكتاب الكافي للكليني جملة كبيرة من المرويات يعني تقدر تقول أنه 30% من المرويات ما نأخذ بها ما نأخذ بها أبداً رجل جالس على المنبر لم يكن قد قرأ الكافي ولا هو الذي يمتلك القدرة والخبرة على التعامل مع حديث العترة الطاهرة كي يصدر حكمه بإعدام 30% من زبدة أحاديث أهل البيت كتاب الكافي يمثل خلاصة لكل أحاديث العترة أحاديث العترة كثيرة 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 الكلين في كتابه الكافي أخذ الزبدة من تلك الأحاديث ووضعها في الكافي فيما يرتبط بالحاجة الدينية في الجانب العقائدي وفي الجانب الفتوائي للذي يقول من أنني على دين العترة الطاهرة أن يأتي شخص جاهل كالوائلي من دون الطلاع ومن دون معرفة بكتاب الكافي وأن يقول هذا الكلام هذه مصيبة مصيبة والمصيبة الأشد الشيعة الذين يهللون له ويعتبرونه محققا عالما مصدرا للدين وهو حمار لا يفقه شيء الدليل سأضعه بين أيديكم مثل ما قلت لكم سابقا حين أصف أحدا بأنه حمار فإنني أضع الدليل بأيديكم على حماريته وأرجع الأمر إليكم وانظروا بإنصاف ووجدان سليم هل الذي قلته حق أو لا رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 17 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائل الرأي الثاني لا هذا ينسب علما إن هم أكوعدهم الحقيقة أكوز بال إذبوها عشيعة شايف في كل شيء اشتصر أكوز بال أحيانا أكوز بالتهم له ما على أسف ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقروني الآية هكذا فإذا فرغت فانصب يعني انصب الإمام فرأسا مباشرة انصب الإمام أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيتشراي ولو رأي مخرف أرد أشوف الرأي هذا موجود عندنا جيت إلى تفاسير نتفضل عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا أفرض تفسير السيد الطبا طبائي مثلا تفسير الكاشف أفرض من التفاسير المحدثة تفاسير الأخم مريت بما تيسر عندي من التفاسير أبدا الله وكيلك ولا إلى أثر الإحجاية بالمرة منين هذا هو علامتكم الوائلي وهو الناطق الرسمي العقائدي باسم المرجعية السيستانية الوائلي يصف مرجعية السيستاني بأنها مرجعية ملهمة ملهمة هذه المرجعية الملهمة انتخبت لنفسها ناطقا رسميا عقائديا هو هذا الأثول الغبي الذي يحدثكم عبر هذا الفيديو رجاء أعيد بث الوثيقة وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا في لغة جسده وكيف أنه واثق من علمه هذا الأثول الأخبار وكيف يصف حديث الإمام الصادق بأنه زبالة هذه الأحاديث التي تحدث عنها علماء السنة في كتبهم موجودة في كتبنا وقد عرضت في الحلقات المتقدمة الكثير من مصادرنا الرئيسة والمهمة التي وردت هذه الروايات فيها التي يتحدث عنها علماء السنة أما هذه التفاسير التي أشار إليها الوائل التبيان للطوس مجمع البيان للطبرس الميزان للطباطباء التفاسير الكاشف لمحمد جواد مغنية هذه التفاسير التي أشار إليها هذه التفاسير هي تفاسير المنظومة التفسيرية الطوسية الخرائية النجسة المسخ لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة ولذا حين رجع هذا الوائل إليها ما وجد شيئا يذكر فيها بخصوص الموضوع الذي قرأه في كتب علماء السنة رجاء دقق النظر في الفيديو وفي لغة جسده وكيف أنه واثق من نفسه وكيف أنه يستهزئ بحديث الإمام الصادق ويصفه بأنه زبالة الزبالة أنت يا أيها الوائل الزبالة هذه التفاسير التي تحدثت عنها الزبالة الطوسي وتفسيره التبيان الزبالة الطبرسي وتفسيره مجمع البيان الزبالة الطباطبائي وتفسيره الميزان الزبالة محمد جواد مغنية وتفسيره الكاشف الزبالة أنت والمرجعية السستانية التي تجعلك ناطقا رسميا عقائديا باسمها رجاء أن أعيد بث الوثيقة الرأي الثاني لا هذا ينسب علما إن هم أكعدهم الحقيقة كزبالة يذبوها الشيعة شايف في كل شيء اشتصر أكزبالة أحيانا اجبالتهم له ما ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عدنا هيتشراي ولو رأي مخرف أشوف الرأي هذا موجود عدنا جيت إلى تفاسير نتفضل عدنا أمها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا أفرض تفسير السيد الطبا طبائي مثلا تفسير الكاشف أفرض من التفاشير المحدثة تفاشير الأخ مريت بما تيسر عندي من التفاشير أبدا الله وكيلك ولا إلى أثر الإحجاية بالمرة منين واحد أنا أقول لك يا أيها الزبالة ويا عميد المنبر الزبالة يا أيها الزبالة الرأي المخرف موجود في الكاف وفي الجزء الأول منه هذا الكاف الذي أنت تهاجمه دائما وتهاجم أكثر أحاديثه ورواياته هذا يعني أنك لم تطلع على هذا الكتاب بل لم تطلع حتى على الجزء الأول منه هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين صفحة ثلاثمية واربعة وعشرين إنه الحديث الثالث صفحة ثلاثمية وخمسة وعشرين حديث طويل بسنده بسند الكليني عن عبد الحميد بن أبي الديل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من صفحة ثلاثمية وستة وعشرين إمامنا الصادق يحدثنا عن موقف رسول الله من أمير المؤمن بحسب ما يريد الله ولا يزال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه فقال الله جل ذكره فإذا فرغت فانصب فانصب الإمام وإلى ربك فارغب يقول إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية فقال صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاد ثلاث مرات فهذا الأمر مرتبط ببيعة الغدير التي هي أساس الدين الوائلي هنا ينقض بيعة الغدير معتمدا على هذه التفاسير الناقضة لبيعة الغدير عرفتم الحال وأنتم أيضا ناقضون لبيعة الغدير لأنكم تتبعون هؤلاء وتتعلمون دينكم من هؤلاء إنكم ناقضون لبيعة إمام زمانكم صاحب الأمر في رسالته التي وجهها إلى المفيد سنة أربعمية وعشر للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم إنه عهد الغدير ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا هو حال الوائل وحال السيستان وحال الخوع وحال الطباطباء وحال محمد باقر الصادر وحال الطوس وحال الطبرس وحال سائر المفسرين الطوسيين وحال سائر المراجع الطوسيين اللعنة القضية واضحة واضحة بين أيديكم كذابون هؤلاء حينما يهاجم الكافي وحينما يحكم بالإعدام على ثلاثين بالمئة من زبدة وخلاصة أحاديث أهل البيت التي وضعها الكلين في الكافي يفعل ذلك من دون أن يكون قد قرأ كتاب الكافي أليس هو يدعي من أنه يبحث عن رأي ولو كان مخرفا ما هو هذا الرأي المخرف موجود في الكافي إذا كنت مطلعا على الكافي ومدققا ومحققا فيه بحيث أنك تحكم بالإعدام على ثلاثين بالمئة من أحاديث الكافي فهذه الرواية في الكافي وهي رواية طويلة وملفتة للنظار وفي باب مهم جدا في باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين هكذا أنتم مسخرة يا أيها الشيعة مسخرة أنتم وحق الحسين أنتم مسخرة لأن هؤلاء المسخرة من أمثال الخوئي وطبا طبائي ومحمد باقر الصدر والوائل والبقية هؤلاء المسخرة صنعوا منكم مسخرة ومهزلة وصنعوا لكم دينا مسخرة ودينا مهزلة وهذه هي الحقائق بين أيديكم ردوها علي إن استطعتم أيها الطوسيون الأنجاس ردوها علي ردوها علي لن تستطيعوا هذه الحقائق ترغم آنافكم وآناف آبائكم وأجدادكم نذهب إلى فاصل هذا الناطق الرسمي العقائدي الزبالة عن المرجعية الطوسية العليا الزبالة من أين يأخذ التفسير وكيف يوجه الشيعة إلى معرفة القرآن وإلى أي تفسير رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم خمسة من الحلقة مية وثلاثة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق حيث الناطق الرسمي الزبالة عن المرجعية العليا الزبالة يوجه الشيعة إلى مصدر التفسير الزبالة المفشرين اللي يعدكم من عنده هذا واحد من عندكم عنده الفخر الرازي جين أو عنده مجمع البيان أو عنده كتب التفاشير الكبيرة بالذات خل يرجع للفخر الرازي بالذات خل يرجع للفخر الرازي لأن ألوائلي في كل مجالسه لا يأخذ إلا من الفخر الرازي وإذا أراد أن يتجاوز الفخر الرازي فإنه يذهب إلى سيد قط هذا هو ألوائلي رجاء أعيد بث الوثيقة المفشرين اللي يعدكم من عنده هذا واحد من عنده الفخر الرازي جين أو عنده مجمع البيان أو عنده كتب التفاشير الكبيرة بالذات خل يرجع لي فخر الرازي لن أعلق وإنما أترك التعليق لطالب الرفاعي على الجانب الآخر سماحة سيد يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95% وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حسب الدعوة وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حسب الدعوة رسميا لكنه كان بنفس الاتجاه أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي هو كذلك وقد أضاف إلى ما قلت أنا قلت 10% وكذا هو يقول 5% الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة كان يرجع إلى تفسير الفقر الرازي ثقافته فخرية رازية تفسيرية وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابها تقريبا 80-90% من ما أخذ من الفخر الرازي من تفسير الفخر الرازي ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن يأخذ من كتب السنة فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة شيعية وسنية معا يعني هو شيع الرجل ومن وجوه الشيعة ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق نعم ما قاله صحيح أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي ولكن كان متعاطفا وذكرت في الأمال أنه لما احتجنا في النجف إلى هاي شي سموه الرانيوم شي سموه جهاز الرانيوم للطبع نعم التجلنا إليه والرجل تبرع وجابنا الجهاز ونكنا نطبع بالنشرات أعتقد أن الصورة صارت أكثر وضوحا بعد عرض هذه النماذج الخوئي الطباطبائي محمد باقر الصدر الوائلي الخوئي يمثل المراجع الكبار والطباطبائي يمثل المفسرين الكبار ومحمد باقر الصدر يمثل المفكرين الكبار والوائلي يمثل الخطباء الكبار وتلاحظون أنهم على طريقة واحدة لأنهم يشربون من الآنية نفسها ويأخذون من العيون نفسها إنها العيون الكدرة القذرة النجسة الناصبية الوسخة هذا هو واقع الدين الطوسي وما هو بدين مجازا يقال له دين إنه مذهب ضلال عباسي مع مجموعة مذاهب الضلال العباسية أتمنى عليكم أن تعيدوا دراسة هذه النماذج على الأقل بحدود ما عرضته لكم في هذه الحلقات وإنني قد تحدثت عن هذه النماذج وضلالها عبر السنوات كثيرا وحشدت وحشدت الوثائق وحشدت تلو الوثائق و جئت بالكتب بعد الكتب إلا أن هذا الأمر إذا أراد أحد أن يراجعه من البداية إلى النهاية يحتاج إلى وقت طويل أما أن يراجع ثلاث حلقات فلا أعتقد أن الأمر سيكون صعبا راجعوا هذه الحلقة والحلقتين التي قبلها لدراسة هذه النماذج وكيف صاروا نماذج في قمة التقديس وكيف قدموا لكم دينا مسخرة وكيف أصبحتم أنتم مسخرة أنتم مسخرة وآباؤكم مسخرة وأجدادكم مسخرة وأنا لا أخرج نفسي من هذا فأنا مسخرة في أجواء هذه المسخرة الشيعية وآبائي كذلك وأجداد كذلك أنا لا أخرج نفسي من أجواء المسخرة والمهزلة هذه أتمنى عليكم أن تقفوا قليلا مع أنفسكم كي تتمكنوا من أن تتخذوا قرارا صحيحا قرارا سليما مع من تكونون لمرة واحدة لمرة واحدة لمرة واحدة احترموا عقولكم احترموا عقولكم وبصقوا على هؤلاء وبصقوا على هؤلاء السفلة وبصقوا عليهم وعلى منهجهم وبصقوا على صورهم وبصقوا على هؤلاء السفلة لمرة واحدة احترموا عقولكم وراجعوا هذه الحقائق وقفوا عند هذه الوثائق كي تعرفوا أين تضعون أقدامكم وفي أي طريق تسيرون فأنا لا أحدثكم بلسان التقية أنا أحدثكم بلسان صريح وبصراحة قاسية جدا ولا أحدثكم في الزوايا المظلمة ولا أستعمل الأسماء المستعارة إنني أحدثكم بنحو مباشر عبر الأخمار الصناعية بلحمي ودمي وشحمي وعظمي وأنقل لكم الحقائق بينة صريحة ومن مصادرها الأصلية وبالوثائق التي لا تقبل الشك مطلقا إنني أنصفت نفسي وأنصفتكم لا أطالبكم أن تنصفوني وإنما أنصحكم أن تنصفوا أنفسكم أنصفوا أنفسكم ولو لمرة واحدة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر